اشتركوا في القناة من ألبسة مدنية وأيضاً ألبسة عسكرية وكذلك حاجيات خاصة بالرئيس حيث أن الرئيس الراحل بواري ومدين حين إعلانه التصحيح الثوري في 19 جواني في 1965 كان يرتدي هذه البتلة الموجودة الآن بمتحف المجهد في ولاية جانوا كذلك البرموص الخاص برئيس الراحل وهو جزء من التقاليد وجزء من الهوية الجزائرية الوطنية كذلك هذا الجواز جواز الصفر الأول جواز صفر جزائري بعد الاستقلال به الصورة الأصلية للرئيس الراحل بواري ومدين